السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم اللي هم كاملين عزيزي المواطن المصري النهاردة قالوا لك أنهم حيرفعوا عليك أسعار الكهرباء وكلها كم يوم وتجيلك الكهرباء أو فاتورة الكهرباء بالأسعار الجديدة وبما أنهم حيرفعوا سعر الكهرباء فحب أبشرك أنا آسف ولكن ده اللي هيحصن أنهم برضو بعد كم يوم حيزودوا عليك سعر البنزين والصولار والغاز بالمر وبما أن البنزين والصولار والغاز حيزيدوا فسعر المواصلات حيزيد فكل حاجة بتتنقل عن طريق المواصلات أو النقل اللي بشتى أشكاله حتزيد يعني مواد البناء حيزيد تمانها الخضار الفكهة السمك كل حاجة بيتم نقلها هي كمان حتزيد أنا آسف جدا أن أقولك أن كل حاجة في البلد سعرها حيزيد وأن سعر السيرفيز وسعر المواصلات هو كمان حيزيد أنا آسف أن أقولك أن الحياة السعودة اللي حضرتك شايفة دلوقتي لسه هتسود كمان شوية بعد كم يوم لأنهم زي ما النهاردة رفعوا سعر للكهربا كم يوم وهيرفع عليك أسعار كل حاجة بس ده مش هيخلينا نتجاهل الإنجازات ومش هيخلينا ننسى أن احنا بعد الفطار أو قبل الفطار كل واحد حسب مقدرته ينزل يروح يتمشى على كوبري رود الفرق وهو بيتمشى ما ينساش يقف على الممر الزجاجي وياخد ياخد سيلفي ويروح على الفيسبوك ويحطه يحط السيلفي اللي خده ويقول تحيا مصر تلت مرات علشان بس نكون منصفين للواطن علشان بس يكون عندنا ولاء وانتماء علشان ما نقولش إن في حاجات وحشة بتحصل أكيد في حاجات حلوة كمان بتحصل كباري بتتعامل علشان تدفعوا فلوسها في الوقت اللي حتزيد عليك وأسعار كل حاجة في البلد ده مش كلامي ده كلام وزير الكهربا رفع الدعم عن الكهربا نهائيا سنة واحد وعشرين يعني بعد يعني تقريبا سنة ونص تقريبا بالكتير أنا آسف إن أنا في جملة الأخبار اللي قلتها لك من شوية إن كل حاجة هتزيد إن أنت مش هتلحق تخلص إنك مش هتلحق تفوق من صدمة الزيادة دي علشان بعد سنة سنة وشهرين ثلاثة تدخل في موجة جديدة وهي إن حيشيله عنك الدعم تماما بس برضو علشان نبقى منصفين ونقول إن فيه إنجازات الشاب اللي قدامكو ده بيقول أنا بذاكر دروسي على محور رود الفرج وبيأكد إن المحور بيدفعه للأمام أنا بصراحة مش عارف هو بيذاكر على رود الفرج ولا مع فرج نفسه بس anyway عموما يا جماعة فيه إنجازات بتحصل في البلد هتقول الكهربا هتزيد الراجل بيدفع للأمام وهو قاعد على الكبري بيذاكر مش هنسأل بيدفع إزاي ولا ليه مش مهم المهم إن فيه إنجازات حقيقية بتحصل في البلد أي نعم سعر الكهربا هيزيد على حضرتك كمان أقل من شهر أو حوالي شهر بالكتير في الفاتورة اللي جاية أي نعم إنك مش هتلحق تفوق وحتلاقي إن الكهربا في مصر بقت بالسعر العالمي مش مهم أي حاجة مش مهم إن الحاجات بتغلى عليك بس إيه رأيك في النظام المهم تكون مبسوط المهم تكون مرتاح المهم تكون مصدق كلام عبدالفتاح السيسي ليك إن هو عمره ما هيقرب على المواطن وإن أي مواطن في مصر حياخد مش السيلفي بقى اللي على الممر الزجاجي حياخد حقه وحقه ده أنا معرفش في وجهة نظر السيسي يبقى ترجمة نانسي قنقر